موسيقى 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 أنا في 2012 مشيت الجماعة قبل ما ندير حتى شي حاجة دابا الجماعة جدرت واحد شي بالإصلاحيات في هالطريقة هذي كان لما ما كانس كيجي كامل ديالاللغبة كيجي لعندنا ومن الجماعة قمت بادو كتقول بنا وقمت بالإصلاحات ولا ترزعات لنا قاع المادية للغبة ولا الماكة يفيد علينا أنا أتشح حاجة مدرتش عشوائيا مشيت تقدم بطالة بالسيد رئيس الجماعة مشيت السيدة ذا اللي كان واحد رئيس خور حصلت على الرخصة ذيال الإصلاح ساقف البيت مشي ساقف المنزل ساقف البيت خدمت خدمت في هذي كاسميتو في هذيك البيت سقفتها قديتها وجاء عندي القائد وكانوا بيحسب لي الرخصة قلت لي هاو الدبلامات احتجت حباي لو بيتها هي بدينا نكمل راه غادي نكمل قال لي هاكمل جاء هادي شي سيبتو في 2011 2012 جيت بيتنا سايب الاسباس اللي بيني وبين الشنطي بحال هادي النبو عادة اللي باقي ليه هنا مشيت عند رئيس الجماعة تقدمت لي عندو باش ناخد لإيدن رئيس الجماعات يقول لي بأنه بلاس البافي ما كان عجوش عليها الرخصة إما تمشي انت تصايبوا حبيان الراس إما تجي العملة تصايبوا إما تصايبوا الجماعة قلت لي صايبونا عمس قال لي انا ما عندي باش نصايبو كتبت اللي عمالة ما جاوبونيش جيت خدمت باش نصايب لي سباس ماشي لبني باش نصايب هادي سباس هدا تنتفاج واحد النار خدمتها جمعة السبت لحدوك فعليا السيد القائد جالتي غدوين لحدوك فعليا جمع ليه الدوزان جرى ليه على الخدمة جمع كل شي وداري ليه محضرت يانا طموططف ها هو محضرت يانا طموططف داري ليه بانه اسبتو بانه اطليتو بانه باخليتو سيئز دوزان بانهو كالي تلطن بلا والمشكلة دار بحو دور شوت ودار الشيخ ودار واحد تقني تصور انت تقني ما كانش جاء حاضر ما حاضر سو دارو تقدمت المحكمة بحالة تكديم قدموني زادر مياه بحالة تكديم دفعت على راسي وتحكمت باراءة وتحميل الصوائل الخزينة العامة وسمحت فالتعويض يعني فاش كاتعرف بانه او فاش كاتتحكم باراءة او تحميل الصوائل الخزينة العامة تكون منحقك باش تطابع التعويض انا سمحت فادوق التعويض جيت بيت نصيب هاداك شي اللي كان بقى ليه السيد القائد رفض ما بغاش كتبت اللي عمله اللي كتبت للسيد اللي عمل صيفة الجناء هدي امتى صيفة الجناء على مدة 8 شهور 8 شهور ضد فيه يستاد الرسالات مكي الا جواب لا حتى شي حاجة تقدمت وكتبت للسيد لوالي وكتبت للسيد الوزير الداخلي وكتبت للمكتب الواسطة وكتبت للوزيرات اللي اسكانوا التعمير ما كنش اللي جاوبني دفعت عنا الاثنين في السيد الوالي السيد الوالي وصلت على السيد العامل السيد العامل عييل الجناء جات ما بعت 8 شهور على الدارة عييل الجناء جات ما عيطوا عليا متاشي حاجة جا عندي شخص من الوكرة الحضارية جاك يصور ملحظة من الشانطية هنا خرجت لي عنده قلت لي اخويا يكشي باس مكان قال لي يلا احنا من الوكرة الحضارية قلت لي وامرح بابك تفضل اخويا ودخلوا صور على خاطرك دخلوا طول الدار وطلعتوا الاسطاح وصور من اللي وصلوا الجماعة داروا لي نفس المخالفة اللي كان دارت لي الجماعة تصور القيد في هاد المحضرات اهانة موظف داري لي ساقف المنزل بدون رخصة الجماعة دارت لي شروع في دباق الاول وادام احترام تصفيف الحياس الى طريق العمومية انا ما عندي حتى شي حاجة هاد شي كامل اللي كيقولو ما كنش هانا مشي اخذت الرخصة هاي وبالعشوائي هاد شي كامل تحدهم جزروا الى ثلاثة فهد البني كامل كلها عشوائي والعشوائي مازال لحد الان كائنين الناس مازال كيبنيوا سواء نفس بس سواء على فلوطة هاي الرخصة تحصلت عليها تعسق في البيت وعندي الرخصة الموافقة من السيد العمل صور رئيس الجماعة ضغط عليه القيد مبغس يدين الرخصة باش نضير حيط وقائي هاد حيط وقائي امتداروا جاءت واحد للجنة اخرى في شيكاية اخرى مبعد تقريبا شربعات السنوات ولما كيدخل عليها والحيط غادي نوتا يتريبوا ديك الدارة اللي كنتدرت غاديه وتتريب معليناش جاءت اللجنة وفيها قسم التعمير فيها الوكرة الحضرية وفيها النائب ديال السيد مدير الديوان جاءوا لنا اشنو دارو؟ دارو واحد المحضر ديال المصالحة بانو راح صرحنا الموضوع ورزعنا اسكال مجاريها ودارو واحد تدخول ديال سيد الرئيس الجماعة سيد الرئيس الجماعة ودخلت ديالate التكنيين وكل شيoline أول كلمة قال لي يا رئيس الجماعة هذا اللي كان حاليا قال لي أنتوا ما كنتشوفوا الناس عندهم الفلوس كيتتحبهم واش كيفرقهم قلت له الدينارة ما كنسعكش أنا رأى ما جيدش لعندك الضارك أنا رأى جيد عندك المجلس الجماعي وجيد عندك بصيف رئيس الجماعة أنا أصل للقائد فاش كان غايد الدنيا عنده قلت لي يا الله أنا ما بيتش نمشي عنده قال لي يا علش قلت لي يا داك السيد بطي عرف شي يقدر غاقول لي يا شي هدرا غادي نسدق وانا وياه في المشاكيل أشنو قال لي يا السيد القائد قال لي يا الله وآك أنا هدرى معك أنا رأى قائد رأى هايش بل إيدي و Argentina سيد اللي عامل يالله اللي عنده قال لي يا هدلك المهادى وانا أقول سيد القائد DC قدام ده كلناك كاملны اللي مريحن قلت لي السيد القائد شوف السيد أشتا يقول واجحنا لجايين المجليس عند رئيس الجماعة ولا زايين عند الشخص ويقول لي يا سيد القائد قال لي والسيد الرئيس السيد رائع متضرر واش كدي تدير مأشي حل أم ما حاليا معه والو أنا ما عندي بلدك ديالتي يقضبين هما يقولوا واحد اللي هادراء بأنه راي عطوني السلعة ما بغيتش نشدها هاد السيد هاده أش أعطاني أعطاني واحد نصف وقت جرملة ها هو راي ما زالك إننا كتشوفوا فيه إيش بد واحد 3000 درهم بيعطيها عليها قلت لها وديها 3000 درهم اللي بيتت أعطيني ديالاش واش أعطيتي عليها كابوند كوموند واش أعطيتي عليها بش قل لي يلا أنا أعطيت عليك من عندي قلت لها ودي الله يجيزيك بخير خليها عندك الوقت ما حتش جيتها راي غادي نجي لها دبناها ها 3000 درهم اللي قلت لها ما تكفيني التافل خدامه ما علينا شفتنا هادك شي واحد النهارات جاء السيد اللي عمل هنا السيد عنده قلت لها قلت لها السيد اللي عمل هاللي كان هاللي كان قل ليها هو القيد ورئيس الجماعية حلوليك المشكل قلت لها السيد اللي عمل هاد الناس راي تابعهم عام وثمان شهور راي عمو طمان شهور ما بقاش فيها شيء حل قالوا لي ياسي ضبر على التقنية قلت لها السيد الرئيس يلا كنتي انتكت هذر بالجد هاد الشي اللي كان تقول كنته هذر بالجد قلت لي عنا ما بقاش عن تتيقاء ولكن يلا كنتي كتت هذر بالجد ديها راي عند نتيق في الجماعة عط على التقنية ديها الجماعة ايجي هو خصي أعبر وهو ذاك شي اللي قال لكم هو اللي غاديكون قال لي عتها هذا نظر اللي قد له انا عمسي دي عطوا عدد تقني ديالجماعة جا التقني ديالجماعة دوجناها ننص النهار حس بقاعد اكش اللي كان يعني ديك الدولارات ترابت كيف تتشوفوه والحيط راها تحت اول داخل حيط تراب لحيط للداخل وترابت عليها ديك الدولار عبر ادك تقني صيفتو ادك شل السيد العامل السيد العامل خرج لكومسومسيون ولكن يلا خرجوا بواحد سهرين صدق السيد العامل تحول ادك شب قدب في العملاء كانت منى من السيد العامل حاليا يعني اذا شب هات الفيديوهات الله يزيزك بخير انا بغيتك تخرج هدك البوند الكمسومسيون اللي كان نخرج السيد العامل السابق وهدوك الناس اللي غادي يقولوا لك بانه را عندي مخالفة هدوك الناس را كدابين انصابين را ما كانت تشي مخالفين